رحبت وزارة الخارجية باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا واللي توصل إليه المسؤولون الليبيون في المحادثات الجارية في جناف اليوم وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ أن النجاح اللي تحقق اليوم جاء استكمالاً لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغرداء نهاية سبتمبر الماضي وسمى اتفاق العسكريين الليبيين اليوم على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية وتجنب التصايد ودع الدول المنخرطة في الشأن الليبي للإسهام في الجهد الحالي وضمان عدم التصايد وعبر حافظ عن تطلع مصر إلى مواصلة الجهود ذات الصلة بالمصار السياسي ودعم جهود المبعوثة الأمامية إلى ليبيا لتحقيق الهدف الرئيسي وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد